بسم الله الرحمن الرحيم معكم عبد النبي عبادي شاعر ومؤلف مسرحي ألقي نصين نص الأول من كتاب الشاعر الأول على بعد فاطمة أو أقل وهو نص بعنوان جذوع الشجر يا جذوع الشجر السماء التي في السماء التي فوقنا ساءها حزن هذا المطر والطيور التي في الغصون التي في يديك اشتهت ريشها كي تفر فاصبر يا جذوع الشجر ريثما يستعير الشيوخ لحن غير تلك التي غبرتها الدموع أو تعود الديار التي هاجرت قريتي والجدار الذي فر من غرفتي أو تعود الصور يا جذوع الشجر يا جذوع الشجر ربما مرت الريح من فوقنا ربما لم تمر كل ريح تمر تثير الحصى والحصى طيب لا يحب النعال التي قد تمر وفي بطنها لون دم الحصى يكره الوافدين بلا موعد كم نعال الطغاة مشت فوقه ثم ما خلفت في جبين الحصى ندبة أو أثر فاجعلي ما تبقى من الدمع لحنة وضربا من الزهر تحت النداوة واحبس الدمع حد الغرق نحن لسنا ملوك الزمان ولكننا سادة العصر في حبنا وسادة الأرض في أرضنا فامنحيهم عناوينهم كي يعودوا وامنحيهم جواز المرور لذاك السفر كنت طفلا وكنا يمر الجنود على دور صحبي ويدنو من البيت ظل حذر ليطلق من فتحة في الجدار دمارا ونار وما آن لي أن أقص الحكاية وليس لدي هنا أجوبة فليس الذي شاهد الموت يوما كمن جربه وليس الذي لا يجيد السباحة في همنا كالذي قد عبر يا جذوع الشجر كنت طفلا وكنا إذا أسقط الريح غصنا جرينا إليه لكي نقطف الزهر أو نحتفي بالثمر وها إنني صرت أخشى السقوط وأخشى الهبوط فالصواريخ تسقط من كرمة الموت فوق الرؤوس والبنايات تسقط هيبة الرايات تسقط والمتاريس تسقط والنجوم التي هدها ولم نتهيب صعود الخبر النص الثاني من المجموعة الشعرية الثانية كتابي لا هي تشتهيك ولا هم يعرفونك نص بعنوان من أول السطر الذي ما زال سطرا واحدا ينسابت رياق البشارة أمردا وممردا ويهب عطر العطر ممشوق النسيين يجوب أطراف الليالي والسنين تبت يدا من لامس الكفين غير الشاعر الشواف إذ شهد الفنون وشاهدا لا ترتقي إلا على قلب ولا يرقى لها إلا صدى قد حان أول قد حان من عنب الرواية والرؤى قد حاصبيا صابيا فأصابت منه اثنتان من الخوارق ضيشه فانصا على الرقيا على كتف السكون وأخلدا لم تعترف بالمشي إلا كي تعبد للطريق فألتقيه مماهدا لم تقترف كحلا ولا حطت على حدنائها رحلة ولا ساقت مواسمها سدى كل الفصول تمر من جلبابها وتعب من صبر جميل ما عدا فصل الحنين يمر من عطشي ويسقي العابرين يلمهم ويعد من لحم الرجاء موالدا وموائدا أنا ليس بي شعر لأسكبني علي قصائدا وقصائدا أنا ليس بي شعر لأسكبني علي قصائدا وقصائدا بل ليس بي بشر فأبكي ما استطعت أردني مني إلي ألوذ بي منها وأبتدر المتاب معابدا ومساجدا عيني علي ولا أرى إلا يبين خطيئتي وقبيلتي وأنا ابن من في الأرض حتى يشرق النعناع بين أصابعي أو أفتديك بما معي لا حردت عيني هدبا ناعسا أو هيجت كفايا بابا موسدا أنا لا أبالغ في المقال ولا أزاحم في السؤال لأنني قول المقول ورد أسئلة الغياب نذير قطعان الكلام وسيد الشهداء في صمتي أنا لا أناكد غير يومي إن بدأ أرمي على حلم السلام أضيع منه وأحمل الأشجار في صدري وأن تعل العواصف والغبار لي الرمال ولي سؤال عند أطراف القصيدة ألتقيه مجددا لا يعترف بالصبر إلا شاعر لا فرق نبكي الآن أو نبكي غدا شكرا شكرا